ثانية، فتتمثل في الفك القوي للضبع واللي أدرجت عضته على قائمة الأقوى بين جميع الثديات نظراً للقدر الهائلة لعضلات الفك المتطورة على توليد قوة عادل نحو ألف أميت رطل لكل بوصة مربعة تخليه يقدر يكسر العظام ويسحقها وصولاً إلى النخاع الغني بالمغذيات وهي اللي ما تقدر تسوي معظم الحيوانات الأخرى وبفضل هذه القوة الهائلة بعد يعتبر الضبع المفترس الحيوان الوحيد القادر على تمزيق جلد الفيل وسحق عظامه وعظام الكثير من الحيوانات الضخمة الأخرى كالزراف بالإضافة لأكل اللحم والأعضاء الداخلية للفرائس حتى أن الضباع المفترسة تتغدى على الحوافر والقرون والشعر وبعد تمزيق الفريسة وطحن عظامها تأتي أحماض المعدة القوية اللي تخلي الضبع يقدر أنه يهضم معظم العناصر الغدائية اللي ما تقدر معظم الحيوانات هتهضمها مثل العظام والجلد